قطر الوطنية 2030 نقل مستدام وإرث للأجيال شعر مؤتمر ومعرض وزارة المواصلات القطرية الذي بدأ أعماله في الدوحة ليسلط الضوء على أحدث تطورات قطاع النقل والمواصلات الجوية والبحرية والبرية المؤتمر شارك فيه عدد من الوزراء ومسؤولون بقطاعات اقتصادية وصناعية مختلفة من بينهم محافظ مصر في قطر المركزي ووزير التجارة والصناعة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الداخلية ووزير البلدية قطاعات التجارة الخارجية والموانئ والنقل البحري كانت حاضرة في مؤتمر النقل المستدام ومن بينها عمليات التطوير التي قامت بها وزارة المواصلات لميناء الدوحة ومساهمتها في دعم عوائد القطاع السياحي في الدولة هذا بالإضافة إلى قطاع النقل البحري الذي يعزز استثماراته الخارجية من خلال ميناء حمد الذي يتميز بشبكة نقل متنامية تربطه مع أكثر من مئة ميناء حول العالم شركة ملاحة تسعى بشكل دائم لتطوير خدماتها وتحسين جوداتها بحيث أنها تكون ملائمة للبيئة وصديقة لها فهناك العديد من الخدمات التي نطورها في الوقت الحالي منها الخدمات اللوجستية وأيضا خدمات النقل البحري هناك أهمية كبيرة لمثل هذه المعارض كونها تحتوي على مجموعة كبيرة من الشركات الحكومية وأيضا الخاصة التي تساهم في دعم الاستدامة وأيضا الحفاظ على البيئة من خلال طرح الخدمات المختلفة التي تسهل عمليات النقل وشمل المؤتمر جلسات نقاشية من بينها موضوعات تتعلق بخطة التحول لمنظومة نقل متكاملة وصديقة للبيئة واستثمارات قطر في مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع النقل والمواصلات وعلى صعيد التحول إلى الطاقة النظيفة وصلت نسبة تشغيل حافلات النقل العام الكهربائية في قطر إلى نحو 70% خلال الربع الثالث من العام الجاري سعيا للوصول إلى منظومة تعمل بالطاقة الكهربائية بنسبة 100% بحلول عام 2030 وذلك تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية لقطر على صعيد قطاعي البيئة والتغير المناخي اشتركوا في القناة